جواء المغربية وفق دوابط وشروط عن شروط الدخول إلى التراب الوطني بدءا من منتصف يونيو كما تشاهدون مسافر بلدان اللائحة ألف عليهم إدلاء بشهادة التلقيح ونتيجة سلبية لاختبار البيسي آغ لمدة لا تقل عن 48 ساعة أما بالنسبة لمسافري اللائحة أباء فعليهم أولا التوفر على رخصة استثنائية لأجل السفر تنضاف إلى هذا الشرط شرط ثاني هو نتيجة سلبية لاختبار البيسي آغ لمدة لا تقل عن 48 ساعة بالإضافة إلى هذا الشرط هناك شرط ثالث بالنسبة لمسافري اللائحة أباء هو حجر صحي لمدة عشرة أيام سؤال هل الملقحون ملزمون بإجراء فحص بسي آغ؟ نعم الفحص ضروري حتى بالنسبة للمسافرين القادمين من بلدان اللائحة ألف الفحص ضروري أيضا وأقصد هنا فحص بسي آغ ضروري أيضا حتى بالنسبة للمسافرين الذين يتوفرون على الجواز التلقيحي سؤال صلاحية الجواز التلقيحي الجواز يصبح صالحا بعد مرور أربعة أسبوع على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح سؤال آخر ماذا عن السفر كمواطنين مغاربة لغرض صحي الأشخاص الذين يرغبون في الخروج من أجل هدف سياحي فهؤلاء الأشخاص معفيون من رخصة السفر إذا ما توفر لديهم الجواز التلقيحي سؤال آخر عن نقاط العبور البحري لعملية مرحبة 2021 نقاط العبور البحري هما نقطتان من ست الفرنسي ومن جنوى الإيطالي وفي موضوع آخر نظن أنكم شفتوا الفيديو من الأخبار دي المغرب يعني هذا شي صورة وصوتا موضح جيدا قالت لكم الشروط دي اللائحة باء دي اللائحة آلف نتعى الحجر الصحي نتعى الباسي آق نتعى الفاكسان وكذلك قالت حتى المدة التي يكون فيها اللقاح فعال وعطات المدة دي لربعة أسابيع من قبل هنا عارفة سأليكم خالوتا وجالوتا ماذا قالت؟ من مصدر جاء من التلفازة سوف نرى هنا فرنسا كيف تقول الشروط والقواعد الصفار فرنسا فتحت اليوم الأربع ناف جوان بالنسبة للمغرب يبدأ الأسبوع الجاي من خمستاش جوان ماذا يقول هنا فرنسا؟ كالسران لغاقل للتنقل من وإلى بلد اللون البرتقالي؟ لتصبح الوحيد من خمستاش جوان لأنه يتحقق من خمستاش جوان سيلا بورتقالي؟ لأنه يتحقق من خمستاش جوان يتحقق من خمستاش جوان المترجم من خمستاش جوان إذا كان هذا المسافر سوف يسافر إلى بلد بورتقالي وكان لديه تلقيح يعني الوحيد من خمستاش جوان ومن خمستاش جوان يتحقق من خمستاش جوان يتحقق من خمستاش جوان لكن قبل ما تسافر خاصك طبيعة الحال تشوف البلد الآخر اللي غادي تسافر له واشنو؟ راح طالب المغرب ما طالبش أنك تدير له سبب التراري باش تدخل عندو لكن فرنسا كذلك تقول أنه لديه التطعيم ما يحتش يدير سبب التراري باش يخرج من فرنسا هادي تفاهمنا فيها إلا را كدير التطعيم ما تحتش موتيف امبيريو باش تخرج من فرنسا هادو الشروط ديال فرنسا دابا غادي عشرني كا نقول لكم هكا ونعاودون بريسيزي باش ما نوقعوش في الغالات فاش نسافرون ستقو حاصلين واش حاجة سيبو غصا قلت لكم الصباح استناو ونشوفو اشنو كاين حدابا واقع خالوطا ما كانشي حاجة اللي هي مضمونة ما كانشي حاجة ما رانيش نقول لكم هكا نخوفكم رانيك نقول لكم هكا بحيت كل بلد عندو شروط نخاف تشريو البيئة ومن بعد فلايغوبورت تستقشي حاجة المهم نمشي وعند سيلنبا فاكسيني روحو شوفو النقطة التالتة اللي هي بالاسود سيلنبا فاكسيني اسمحوا لياغل اضاءة معلش الموضوع مهم سيما تستخدم سيلنبا فاكسيني لسيما يعجبه دوسته ليس رجل ليس فرنسي فياجبوا عليه سبب للخروج من البلد الفرنسي إلى البلد اللي هو مكلاسي أورانج صيح؟ وخاص هاد الموتيف إمباريو يكون سكون فرمي مطابق وغاقل أبليكي دون لبيد دستيناسيون خاص يكون مطابق البلد اللي غادي تمشي إليه صيح؟ تفاهمنا هنا؟ يعني كيقول لك اللي ما عندوش التطعيم وبغي يخرج من فرنسا البلد اللي هو أورانج خاص تعتولو موتيف كل موتيف اللي هو تقريبا شائع هو ديال الوالدين فوالا يعني الوالدين مراد ولا شي حاجة ولا عندي الإبن ديالي تماما ولا المهم كل واحدو الحالة ديالو صيح يفهمتو؟ دابا هنا شوفوا هاو شنو كيقول لك هنا شوفو لياه آتد نشوف لكم واحد جوش ثلاثة ربعة سبون قلناها سكون فرمي أوراقل يكون مطابق كونفورمي أوراقل سيكون فرمي أوراقل ي tongue دابا لحوش الغدر، انا من تتكينة في ذو كونفورمي أورانج دابا لحوش الغدر جربي، كنتتوا في النساء سيكون فرمي أورانج ما يسمي لك، شنو كشول فرمي أورانج خاص تقريبا سيكون، سيكون في그렇رانج، أورانج، أورانج اورانج خاص تقريبا، أورانج خاص، أورانج خاص تقريبا، أورانجي جوة إلى سبينا، آهونج بلاد خار وبغى يدخل كذلك الفرنسا من بلاد اخر يعني مغلاسي اورانج وبغى يدخل لفرنسا طبيعة الحال اذا كان عنده الفاكسيناسيون ما غدش تطلبه منه انه يعطي لهم موتيف اما اذا ما كانتش عنده الفاكسيناسيون خاص انه طبيعة الحال تكون بسي اخ اقلم 72 ساعة ومنمورة هيكون واحد لتست انتيجينيك اللي هو اقلم 48 ساعة زائد يعطيهم السبب علاج دابا هاتش اللي شفنا هنا الخلاصة ديالو على حسب يعني اللي غاقل انتع فرنسا واللي هو ما بطبيعة الحال غادي بحال من واحد غادي خربو قوه كان هدري الى فرنسا تسيبوه مثلا بلجيكا ولا قانون واخر تعدو والاخر ما ديرش هاتشي كي يقول لك اذا بغت تخرج من التاريطور الفرنسي وتمشي لمدينة البلد مكلاسي في اللائحة الف اذا دير الفاكسين ما تحتش تعتني موتيف امبيريو الى ما ديرش الفاكسين غادي تدير بسي ار بطبيعة الحال باش انك تسافر ولكن تعتني موتيف امبيريو تعتني الموتيف علاش السبب علاش راك بغي تسافر لهادك البلد نظن انه واضح انا علاش راني كانقول لكم هكدا باش نحيد تقل على كتافي حيث ما نقدرش انني نقول لكم ذاك شي راح ساهل الصافر وما غالش نقول لكم راح واعر الصافر شي واحد قال لي يا عركي كاتصعبة انا ما رانيش كان صعب انا راني كانقول واشنو هي كعنا الحقائق بحيث نخاف انكو تسافروا ياكو وبنادم في الرجوع الشخص انه تصر عليه موهم هذا هو اللي انا يقريتو بالنسبة للسفر من فرنسا الى دولة مكلاسية اورنج ابخي لكينز ان شاء الله فاش بدي و الناس يمشوا لزايغوبورغ غادي بديبان الامر هدا كان هاتش موطا مطبق يعني حتى فرنسا غادي تطبقوا بالحرف الواحد راح غاديبان هدا كانت فرنسا غادي تتاهلوا ما غادي تطبقوا فالمطارات بحيث تخصكم تعارفوا هاتش اللي راح مكتوب سا دي بون واش المطارات سوف يطبق فيها او ما غاديش يطبق فيها او غادي يقولهم ديروا مرة عن ميكا مرة اللخص تكون تكنترولي ومرة فهمتو يعني ما غاديش نقدر انا نعرف انا فقط كما نقوله قلت لكم المعلومة باش هكا نكون انا مهنية في الضامر ديالي وفي الرأس ديالي وانتم لكم يعني الرأي يسمح لصاحبه حرية التنقل بعد الحادي عشر مساء وتنقل بين المدن وامكانية السفر الى الخارج ما رصدته عدسة الظاهرة في الدار البيضاء صباح اليوم ضغط كبير على تطبيق لقاح كورونا حسن لحمدي سعيد بن زيزو تساؤلات يطرحها الملقحون ضد فيروس كورونا حول كيفية الحصول على جواز التلقيح بارح بغيت نجبد الباسبور البطاقة ديال الكوفيد الوليد لقنا صعوبة في تطبيق لماذا؟ ما كنحاولو ندخلو المعلومة لطلبي اللي نوم ما تلقاهم مش نهائيا يعني كونكسيون تقيلة او لو كين شي ضغط وقيلة من بالنسبة للناس كلهم بغين يخرجوا الاف وما ما عرفناش كي نقع لي ما كانش بغين يتلقاح وتييقول لنا غامش النيس معاد يتجاوز لك شي تبدي سافر البرة ها البررة أو لا نيس ها نحن يرف المودون النيس رفقة عمر وهو تقاني بإحدى المصحات حاولنا الوقوفة عند الطريقة التي يتم بها استخراج جواز التلقيح إلا أن العمالية كللت بالفشل حاولنا باش نخرجوا الالكار دياله 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 التلقيح دياله ولكن كان ضغط على اسميته حاولنا ما أمكان باش نخرجوها غالباً كنت قمت في تلقاح؟ قمت في تلقاح 3 أشهر الأهمية التي تلقاح هو تشخيص الناس الذين يتلقحوا لتنقلوا بكل حرية وكذلك يمكن يولجوا الأماكن العمومية والأماكن التي فيها اكتضاد وكذلك تنعرفوا النوع تلقاح الذي تلقحوا به وكذلك الناس عندهم مضادات وشهادات عن المرضي الكوفيد في بلاغ لها أعلنت الحكومة يوم السبت الماضي استحداث جواز يسمح لمتلقي جرعتني من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد بالتنقل دون قيود داخل البلاد والسفر إلى الخارج يأتي ذلك في الوقت الذي تجاوز فيه المغرب عتبت تسعة ملايين لقاح ضد فيروس كورونا واللحظة في الأرقام الخاصة بعدد الملقحين وطنيا أكثر